اعلان عن حلقة المواهب الجديدة. اهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة هنعمل اعلان عن حلقة المواهب الجديدة. حلقة المواهب الجديدة دي هتكون مختلفة شوية. احنا دلوقتي عدينا مرحلة ان احنا نعرف ان تي موجود بنا مواهب في العصف مسلا او في اه بدايات التوزيع او بدايات التأليف. احنا المرة دي بقى هنعمل حلقة عن اعمالكم انتم. نحاول بقى دلوقتي نخلق عمل موسيقي. نعمل عمل موسيقي ازاي? اولا انا اه هجيب لك شوية افكار كده مسلا يعني اه الصورة اللي انتم شايفان هداية صورة هزتني جدا صورة لبنت بتبتسم جنب قبة الصخرة في فلسطين حبيبة الصورة ديت اه اعتقد انها كل الناس شافتها على السوشيال ميديا فالفكرة بتاعت ان البنت بتبتسم الابتسامة الجميلة ديت قدام مكان احنا عارفين كلنا انه عزيز علينا ولكن يعاني من اه نوع من الاحتلال ويعاني من الاتهاض ويعاني من التفرقة والناس مش حقها ولكن البنت فيها علامات كتيرة قوي هي صغيرة ده معناها ان المستقبل هيبقى مشرق ان شاء الله وممكن يجالها حقها تاني بتدعونا للتفاقل بالابتسامة الجميلة بتاعتها ديت شوف كل المعاني دي جات من صورة واحدة احنا هنعمل عمل موسيقي لا يزيد مدته عن دقيقتين العمل الموسيقي دوت هنهدي لفلسطين هنهدي العمل دوت للفلسطين طب هل العمل ده بقى مرشت عسكرية ولازم يبقى حرب اللقا خالص انت ممكن تعمل حاجة رقيقة جدا على الجيتار وتهديها للبنوتة الجميلة ديت اللي انا ما اعرفش اسمها في فلسطين او لكل اطفال فلسطين او ممكن تعمل حاجة حماسية او ممكن تعمل حاجة رقيقة لجمال القدس الجميلة وعظمتها والتاريخ العظيم. ممكن تعمل حاجة فخمة. تدل على المجد بتاع الارض المقدسة. ممكن تعمل حاجات كتيرة او افكار كتيرة قوي. طب ليه دي اقتين بس? ما تزيدش عن دقتين. لان ساعتك لازم تعمل لي سيناريو. السيناريو دوت انت هتقول لي انا عملت المدخل بتاعي او عملت الجملة بتاعتي اللي هتبقى في الدخول الموسيقي في المدة دي اللي انا عملها بالايقاع دوت. وبعد كده انا عملت الموضوع بتاعي او المعضلة بتاعتي اللي انا بحلاها في المقطوعة بتاعتي في المدة ديت بالايقاع دوت وبعد كده انا قفلت وختمت وقدت لك في الاخر الملخص بتاعي كله في الجزء الفلاني ده. انت هتعمل كده? اه هتعمل كده. هتعمل خطة نفسك بسيطة جدا للعمل الموسيقى اللي هادمت. طب انا بعمل آآ بكتب شعر. اكتب شعر. طب انا بغني. ممكن تختار اي اغنية من الاغاني. الاغاني الشهيرة بتاعتنا اللي احنا عارفانها عن القدس. وقدي جزء منها يبقى في الدقتين دول. بقى بتعزف موسيقى بتقلف اركسترا بتعزف فلامينكو مفيش مانع انك انت تستعمل آآ مهاراتك في الفلامينكو في انك انت تحط حاجة قريبة من قلوبنا تعبر عن اللي احنا بنقول عليه دوت. ممكن يكون تحدي شوية انا مش هقول صعب لان ما فيش حاجة صعبة ان شاء الله يعني. احنا نقول تحدي شوية ان احنا نعمل مواهبنا ديت بقى في اطار التزام زمني والتزام موضوعي والتزام ايقاعي والسيناريو هيتعمل مش الموضوع هيبقى عشوائي. طيب امتى نقدم الاعمال بتاعتنا ان شاء الله? انا بخطط ان انا هزيع الحلقة ديت بعد بداية السنة الجديدة الفين اتنين وعشرين ربنا عيدها علينا وعليكم ان شاء الله بالخير. فقدامك من دلوقتي من نص نوفمبر لحد اخر ديسمبر ان شاء الله ستة اسابيع يكونوا كافيين انك انت تقدم العمل بتاعك. العمل ده ممكن يكون ممكن تعمل او موسيقى خلفية من الى تانية او من عدة الات او من اركسترا وتعمل الالة بتاعتك في المقدمة. ممكن تعمل الى وآلات وصوت في المقدمة اللي انت عاوز وتعمله انت كان حتى لو عايز تقول شعر اعمل خلفية موسيقية واقول عليها الشعر اللي انت عاوزه سواء كان بتاعك او كان بتاع اه حد تاني اللي هو علاقة بالموضوع بتاعنا ولكن هتستعرض بيه مهاراتك في الالقاء او هندسة الصوت او العصف اللي انت تشوفه قدموا لنا وان شاء الله تكون حلقة جميلة جدا لان الموضوع شايق جدا واحنا كلنا متحمسين لحاجة زي كده لان كل التعليقات اللي جات لبعد الحلقة اللي فاتت احنا هنعمل حلقة جديدة امتى الناس ابتدت تتحركوا مشتاقة جدا تعرض اعمالها المراضي بقى اتمنى ان انا اشوف حتى اعمال ليكم اعمال خاصة بيكنتو نتقابل ان شاء الله في الحلقة الجاية. اشتركوا في القناة